أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف الصناعة والعمل على تطوير هذا القطاع الهام ودعمه وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات تنفيذ لتوجيهة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال تفاقده مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية أفيناء أكد مدبولي أن الاهتمام بملف الصناعة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم في توطين العديد من الصناعات وتعميق المكون المحلي واجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار في اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ جذب الاستثمار وإتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوري المحوري والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد من نمو لمعدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم